برضو من الاسئلة اللي معانا النهاردة شخص بيقول انا علي دين والشخص اللي اخدت منه الدين معرفش هو راح فين وما عنديش اي تواصل معاه وكمان اذا الشخص ده توفي وانا معرفش حد من اهله يعني هو بيفتر لو انه كمان توفي يا صاحب الدين ده وانا معرفش حد من اهله اعمل ايه عشان ابرق نفسي من الدين امام الله تعالى لازم نذكر بشيء مهم جدا لقى المسألة الديون دي خطيرة عشان كده اهتم الشرع الشريف جدا 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 بامر الدين اهتماما بليغا وجعل انه الاستدانة ان الواحد لما يعني خلاص يعني وعايز ياخد يستلف من حد جعل الاستدانة دي في اضيق الحدود لانه حق متعلق بالغير وامر كمان الشرع الشريف بضرورة كتابة الدين حفظا لحقوق الناس فقال تعالى في سورة البقرة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا صدق الله العظيم ده تنبيه انه لما يبقى فيه ديون الاولى كتابة الديون عشان ما تضعش الحقوق وحذر الشرع الشريف كمان من مسألة برضو يعني بعض الناس بتغفل عنها الممطلة في ان احنا نسد الدين لصاحب الدين عند القدرة على اداءه يعني الواحد ربنا يفتح عليه فييبقى معاه يقول طب بكرة طب بعده حبقى رجع له الفلوس بتاعته طب انت ربنا وسع عليك على طول في الحال انت متعرفش بكرة حبقى فيه ايه فأدي الذي عليك ففي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم فبالتالي انت ما ربنا يوسع عليك وفي حاجة لحد عندك روح سدد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بتيجي صلاة الجنازة على اي انسان ويكون على هذا الانسان دين لم يكن بقضاء هذا الدين قبل وفاته كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي علي عشان يدفع الصحابة انهم يسددوا عنه هذا الدين لبشاعة هذا الامر فنرجو الحذر من هذا بعد المقدمة البسيطة دي حرجع تاني للسؤال بتاع حضرتك وحقول لحضرتك انه هذا الدين ثابت في الزمة اللي انت خدته ده من صاحب المال ولابد من ادائه لصاحبه اذا كان هو عايش او ان انت تدفع به الى ورثته لو كان صاحب الدين قد مات يعني لابد من البحث عن صاحب المال بكل الطرق والتأصير اللي تم فان انتوا ما تكتبوش الدين والتأصير في انه ما تشهدوش عليه من بداية الامر ده هو اللي ادى الى ذلك الوضع فانت بقى بعد البحث الدقيق جدا تدور عليه بكل ما اتيت من قوة وبهمة حقيقية همة الذي يؤدي الذي عليه الذي يريد ان يؤدي الذي عليه انه تبحث بكل ما اتيت من قوة عن صاحب هذا الدين وبعد كل ده انت لم تعصر عليه معرفتش تلاقيه يمكن التصدق في هذه الحالة بالدين علانية صاحبه في مصارف الخير اللي هي تبقى متعددة المنفع شوف اي جهة يعني تبع الحكومة وابعتها تقبل التبرعات وتبقى نفعها متعدد وتكتب الوصل بتاع التبرع باسم فلان ده عشان بس تبقى عارف انه على حضرتك يعني انه صاحب الحق صاحب الدين ده له الحق في المطالبة بالدين ده لو ظهر في اي وقت الا لو انه يسامح بقى في الحق ده ويقبل ما قمت به من التصدق علانيته في اوجه الخير عشان كده انا بقول لحضرتك اكتب التبرع باسم هذا الشخص اللي حضرتك استلفت منه الفلوس ولم تجده بعد ذلك لتؤدي الدين الذي عليك وربنا يعني يصفح ويعفو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة